من أجل تراب آمن وخال من العنف والتمييز والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات شعر ندوة نظمتها فعالية نسائية بالمحمدية الفعاليات دعت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وجمعيات مدنية إلى تفعيل آليات الوقاية والخماية باعتبارها ركيزة أساسية لخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات الندوة شكلت مناسبة لتقديم ومناقشة نتائج دراسة حول العنف ضد النساء أنجزتها جمعية أنوار للمساواة والمواطنة خلال الأشهر الماضية وشملت عددا من المدن بجهتين مراكش آسفي والدر البيضاء سطاط الناسات التي خرجنا بها هو أن الضاهرة ديالتا حرشها في السفحال في المجتمع المغربي خصوصا لا في الفضاء الخاص ولا العام وخصوصا في المؤسسات التعليمية والجامعية بالخصوص كان يعني معاناة ديال النساء في التبليغ على هذا التحرش الجنسي الذي يتعرضوا له لأنها مقرونة بالخوف من المعنف أو للمتحرش وضعف وسائل الإتبات أغلبهم التي توفرش عليها ويندرج تنظيم هذا اللقاء وتقديم نتائج الدراسة في إطار حملة مدتها 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي انطلقت شهرا والبرى الماضي وتنتهي في العاشر من دجمبر الجاري مصلحة